اشتركوا في القناة الانشطة الاقتصادية التي يمارسها سكان الوطن العربي شو بيعمل سكان الوطن العربي اكيد بيعملوا بالزراعة بيعملوا في تربية الماشية والاغنام وتربية الحيوانية في الصيد اكيد هنا في السياحة في عندنا هنا في الصناعة واكيد في التجارة هاي هي الانشطة الموجودة في النشاط طيب اذا بتنوع النشاط الاقتصادي في الوطن العربي عشان مناخه متنوى تضاريسه وثرواته المعدنية شو بيعمله زراعة يعني اهم اشي من اهم الاشي اللي ممكن يعمل الانسان الزراعة في الوطن العربي انماط حديثة في الزراعة بتعتمد عن رائي تربية الحيوانات في مزارق خاصة بها حرفة الرائي كمان ايضا الرائي موجود في الوطن العربي بس ما بتكفي حاجة للسكان عشان فيش مراعي طبيعية ليش فيش مراعي طبيعية كمية الامطار وفي عندك جفاف وضع في الرائي البيطرية والتغذية حرفة صيد الاسماك بعضا فيها يعني البعمل فيها ظولة موظم اللي بكونوا على السواحل الصناعة الصناعة بسبب فيها انها موارد معدنية في الوطن العربي صار فيه صناعات مختلفة زي الحديد والصلب والنفط والكيماوية السياحة من اهم المناطق الجاذبة للسياح في العالم الوطن العربي في مقاومات السياحة اماكن دينية واماكن عبادة وفي عندك هون فيش كم من معلم من معالم او من عجائب الدنيا وعلى الرغم من تنوى الانشطة الاقتصادية في الوطن العربي الان بتتفاوت في حجم هاوت والزوحة بين دولة اخرى هذا اشي بدي اعمل تكامل اقتصادي بين دول وطن العربي وابرازها كقوة اقتصادية مهمة للعالم شو التحديات اللي بتواجه الزراعة هاي التحديات فيش ملكية زراعية متفتتات افات زراعية الهجرة من الريف للمدن التصحر وتبذوب الامطار والانقفاضة انتاجية وتملوح التربة الزراعة من الانشطة المارسة موظم سكان الوطن العربي عشان توفر التربة الخاصة والمياه الوفيرة المناخ الملائم طيب هذا كثير الزراعية بتشغل ناس وبتسهم في الدخل بس في عندك تحديات هاي حكيناها قبل شوي تذبذوب كميات الامطار الجفاف التصحر الافاتف والامراض الزراعية تفتوت الملكيات الزراعية وقلة استخدام التكنولوجيا بس في فلسطين في ان هاي التحديات سعفي عندك كمان زيادة في عندك تناقص المساحة بسبب الاحتلال والمستعمرات وجدار الضم وشق الطرغ الالتفافية هذا قلل من نصيب الفرد الفلسطيني من المياه ومساحة الاراضي الزراعية واغلق الاسواق الفلسطينية بالمنتوجات الصهيونية حرمان المنتجات الفلسطينية من المنافسة وهذا ممكن يتغلب على هذه التحديات كيف تستخدم اساليب علمية حديثة وتستغل الاراضي الصالحة للزراع وتشجع الصناعة التي تخدم القطاع الزراعي مقاطعة بضايا الاحتلال الصهيوني في فلسطين تشجع المواطنين لإقبال المنتوجات الوطنية مقاومات الصناعة في الوطن العربي مقاومات الصناعة في الوطن العربي في عند مقاومات بشرية ومقاومات طبيعية مقاومات بشرية زي رأس المال والأيدي والخبرة والتنقل والمواصلات والأسواق مقاومات طبيعية زي الطاقة والمادة الخام الطاقة والبترول والغاز والطاقة المتجددة والكهربائية المادة الخام زي مقاومات طبيعية زي المادة الخام في عند مادة خام معدنية ونباتية وحيوانية الصناعة المرتبة الثانية في الوطن العربي بعد الزراعة من حيث مساهمتها في تشغيل القوى العاملة ونتيجة غناة بالمقاومات الطبيعية يعني عندنا نفات وعندنا معادن وهذا 60% بين احتياط النفط في العالم موجود عندنا في الوطن العربي وموجود في المقاومات البشرية في كثير ناس مثل رأس المال والأيدي العاملة الضرورية للصناعة شانك اتنوعت الصناعات فيه بين صناعات تقليدية قديمة زي السجاد والزجاج وصناعات حديثة بتعتمد على الآلات زي الصناعات البترو كيميائية والصناعات الورقية وتحظى الصناعات الاستخراجية ثلث الانتاج الإجمال للوطن العربي الصناعة في الوطن العربي بتواجه معيقات شو المعيقات اللي بتحول في الوطن العربي اللي بتمنع التطور الأول إشي يركزوا على الصناعات الاستخراجية بس بيستخرجوا المواد الخام للأسف الشديد بيستخرجوا المعادن والنفط ما بيصنعوهم أيوة ما بيحاولوا يعني بعطوها لناس ثانية طبعا هذا كثير يأخذ من القيمة وكذلك تشابه الانتاج الصناعي انفيش مخبره كمان والاعتماد على استيراد الآلات ومستلزمات الانتاج ما بنصنع شي للأسف وسائل النقل في الوطن العربي وسائل النقل طبعا متعددة قطار وسيارات وطائرات وسفن فيه عندنا بحري وبر طيب يعد موقع الوطن العربي نقطة التقال المواصلات العالمية والعربية البرية والبحرية والجوية ليش متوسط قارات العالم كان معبر الطرق التجارية قديمة وحديثة اهتمت دول الوطن العربي أنشاء الطرق لتنشط التبادل التجاري والاقتصادي فيما بينها أما بخصوص وسائل النقل في الوطن العربي السيارات أكثر قطاعتها أهمية ليش مرونة الحركة وبعان الوطن العربي من قلة السكك الحديدية ليش فيش سكك حديدية عشان اتساعت المساحات الصحراوية الخالية من السكان زي في دول الخليج العربي قلة الموارد المالية اللازمة لإنشاؤها زي في اليمن وموريتانيا والأردن غياب الإدارة السياسية والاقتصادية والتكاملية بين أجساء الوطن العربي أدى إشراف الوطن العربي على جهات بحرية طويلة إلى إنشاء على الميناء الموانئ زمين أحيفا في فلسطين طنجة في المغرب وموقعه في قلب قارات العالم وصفاء سماء جعل من أفضل أماكن لإنشاء المطارات الحديثة زي دبي في الإمارات العربية المتحدة والملك علياء الدولي في الأردن تعاني في الاصلي من إجراءات الاحتلال المستمرة والمتمثلة في إغلاق الطرق وإقامة الحواجز والسيطرة على المعابر الدولية السياحة في الوطن العربي هاي هون في عنا الأثار اليونانية هاي مناطق أيضا أثرية مكة المكرمة لعنا أيضا في عنا شواطئ وفي عنا ملاعب هاي أنواع سياحة طيب مكان جاتبا للسياح حشان فيه مقاومات طبيعية زي ما قلت الجغراف المتميز مناخ معتدل تضاريس متنوعة كالصحاري والأخوار هذا سهل الوصول إليه مختلف وسائل النقل أقل التكاليف وبامتلك مقاومات بشرية يتمثب غلاب الأماكن الدينية والأثرية زي فاس في المغرب وصرح الشهيد في الجزائر حضاق بابل في العراق ومتصغر به متاحفه من كنوز الحضارات القديمة اللي قامت على أراضي زي البابلية والأشورية والكنعانية والفرعونية إضافة إلى البنياء الخدماتية المتمثلة بالمواصلات والفنادق والمطاعم طيب نختبر نفسي هذا هو اللي بيهمنا ماذا تسمى عملية استخراج المعادن من المناجم تسمى التعدين كم تبلغ نسبة ما يملكه الوطن العربي من النفط في العالم 60% ما أهم التحديات التي تواجه الزراعة في الوطن العربي تذبذب الأمطار مسم المنطقة السياحية الدينية في فلسطين منحكي لها قبات الصخرة هذه منطقة سياحية دينية في فلسطين قبات الصخرة وبين العوامل اللي ساعدت على قيام الحضارات على ضفاف الأنهار في الوطن العربي المنائخ المعتدل سهولة الحركة خصوبة التربة وفرات المياه أوضح على تحديات التي تعاني منها الصناعة في الوطن العربي التركيز على الصناعات الاستخراجية خلص النفط والغاز تشابه الانتاج الصناعي انخفاض مستوى الخبرة ويتمد على استراضي الآلات ومستلزمات الانتاء وتركزها في المدن أذكر المقاومات البشرية للسياحة في الوطن العربي غناء بالأماكن الدينية والأثرية زي فاس في المغرب حضاق بابل في العراق وجود المتاحف مما تصغر بهم من كنوز الحضارات القديمة زي البابلية والأشورية والفرعونية البنية الخدماتية المتمثلة بالمواصلات والفنادق والمطاعم أعلل أهمية النقل الجوي للوطن العربي لتمتع الوطن العربي بصفاء السماء وموقع الجغرافي ممتاز جعل منه حلقة وسط بين قاراته الثلاث أفريقيا وأسيا وأوروبا الأمر الذي جعله ممر هاما لخطوط الطيران في العالم ضعف المواصلات العامة في الوطن العربي ليش المواصلات ضعيفة فيش إدارة سياسية اقتصادية تكاملية بين أجزاء الوطن العربي وضعف البنية التحتية وقلة الموارد المالية اللازمة لإنشاء شبكات المواصلات أكتب المفهوم المناسب أمام العبارات الأهتية تحويل مواد الخام إلى صناعة مصنعة هذا منحكيله الصناعة زيارة الأماكن المقدسة سياحة دينية انتقال أفراد والوضاع من مكان إلى آخر بوساطات وسائل برية وبحرية وجوية تسمى وسائل النقل وصمم جدولاً هذا مش مهم الصناعات جدول إنسى ألا بدك تأخذ وخذوا هاي جاهز صنف في تحويلية أخرى استخراجية استخراجية بتطلع من باطن الأرض التحويلية بتأخذ المادة وبتعملها إشي تاني هاي هم الجماعة الخير الجدول بتعملوا زي هيك هاي التحويلية وهاي الاستخراجية وهيك منكون خلصنا إلى سينة منشوفكم إن شاء الله في درس قادم ودرسوا منيح إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر